سؤال القائمة العربية ما هو دورها في الكنيسة؟ هل تحاول أو أي دور لها في انتزاع حقوق من يسكن في هذه المدن؟ القائمة العربية تحاول قدر الإمكان الضغط بالإمكانات المتواضعة التي لديها أولاً عدد عضاء البرلمان العرب ليس بالعدد الكافي كي يستطيع أن يحدث قوة ضغط كبيرة على السياسة الإسرائيلية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نرى بأن هناك تحييد للقوى العربية من دخولها إلى صناعة القرار إن كان على مستوى حكومة وإن كان على مستوى لجان الكنيسة أو اللجانين البرلمانية وهذا ما يأتي بالتالي إلى نتيجة واحدة وهي أن القوى الانتخابية العربية لا تستغل بما يكفي طبعاً هذا نتيجة السياسة المنهجة للحكومات المتعاطبة في إسرائيل ضد التأثير العربية والتأثير الفلسطيني على صناعة القرار وما زال اليهود في هذه الدولة يتعاملون مع العرب الفلسطيني في الداخل يعني عنصر معادي وبالتالي لا يستطيعون الوثوق بالفلسطيني بأنه يدخل إلى البرلمان من أجل الحصول على حقوقه الأساسية كأي مواطن وكأي أقلية في العالم ولذلك الديمقراطية في إسرائيل منقوصة إلى حد كبير بكل ما يتعلق بالتعامل مع العرب الفلسطيني في الداخل دكتور بأن الأموال التي يتم استثمارها في بناء المستوطنات يتم اختطاعها من بشكل أو بالآخر من الأموال التي من المفترض أن تكون مخصصة لتنمية وتطوير المجتمعات في المدن العربية المعادلة واضحة أن مجموعة الموازنة التي تعطى للسلطات المحلية هي موازنة تقرر من قبل وزارة المالية ولذلك كل الاختطاعات التي تأخذ من المجتمع العربي هي تذهب إلى المكان الآخر والمكان الآخر والمستوطنات وبالتالي هذا المجموعة من الموازنات التي لا يحصل عليها العربي بالضرورة تذهب إلى المستوطنات لأن الموازنات التي تحصل عليها السلطات المحلية اليهودية هي موازنات لحد معين تأخذ من الاعتبار كل الاعتبارات المختلفة وعلى رأسها طبعا مدن التطوير والمدن الحدودية وما إلى ذلك وبالتالي هذه البلديات والسلطات المحلية اليهودية تحصل على موازنات مضاعفة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن المستوطنات والتي هي ليست في داخل إسرائيل من المفترض في أي نظام طبيعي ومتطور لا يعطي من الموازنات الداخلية مستوطنات خارج نطاق الدولة هذه المستوطنات يجب أن تمحى من الخارطة على الأقل وعلى الأقل أن تأخذ الموازنات من الموازنات العسكرية لأن هدفها الأساسي هو تدعيم الاستيطان وتدعيم السيطرة الإسرائيلية على مناطق محتلة وهذه المناطق هي محتلة في القانون الدولي وهي محتلة في الأعراف الدولية وبالتالي لا يمكن لوزارة الداخلية هي وزارة داخلية المفروض أن وزارة الداخلية تعنى بالأمور الداخلية وليس بالأمور الخارجية ولذلك هذا مفهوم ضمنا بأن الموازنات التي تعطى المستوطنات تأتي على حساب السلطات المحلية العربية التي تعاني سبعين عاما من التمييز هذا التمييز ليس جديد وهذا يشعنا للتساؤل أستاذ أمير